بناء هجمة نادي الزمالك يا حمد تمام أول حاجة برضو معنا الشكل بتاع نادي الزمالك في غياب بعد رحيل فرجاني ساسي نادي الزمالك إيه الشكل اللي بيلعبوا به بيبنوا الهجمة ازاي دي حاجة مهمة جدا طبعا زي ما كريم قال هم بيلعبوا أربعة أول حاجة ثانية واحدة استنى بيلعبوا بطريقة آه أربعة اتنين ثلاثة واحد ايو ماشي تمام هنبص أول حاجة زي ما احنا شايفين ادي واحد بيلعبوا بطريقة آه أربعة اتنين ثلاثة واحد انا شايف أهم من طريقة اللعب بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة للنادي الأهم من طريقة اللعب اسلوب الضغط يعني ايه اسلوب الضغط ان انت ضغطك يبقى كويس الضغط العلي بتاعك يبقى كويس يعني احنا الشرطي الثاني في البنك الأهلي الضغط بتاعنا مكانش كويس ايه تمام زي ما احنا شايفين اربعة اتنين ثلاثة واحد ده في حالة في الحالة الهجومية في نادي الزمالك طريقة اللعب بتوباي اربعة واحد اربعة واحد ازاي تعالوا نبص على طريق حامد طريق حامد بينزل لتحت دايما ده اهم حاجة في نادي الزمالك مركز طريق حامد الجديد او الدور اللي بيعمله طريق حامد بينزل قدام الاتنين المساكين محمود علاء والونش عشان يبني الهجمة هنا السؤال لازم 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 اضغط على طارق حامد في تحضير الهجمة من الخلف اول حاجة ده اهم نقطة شايفة لازم طريق حامد بينزل ليه لانه هو اكتر من يلمس الكورة في نادي الزمالك يعني اكتر واحد في طريقة لعب نادي الزمالك الجديدة اللي بيبني الهجمة من تحت اذا اهم من 3-4-3 واهم من 4-2-3-1 مسماني هيكلف مين بالضغط على طارق حامد ماهونا لو لعبت ب4-2-3-1 صنع الالعاب اللي هيضغط على افشة مثلا هيضغط على طارق حامد لو لعبت 3-4-3 لازم واحد من الجناح يضغط او لعبت بتلات ارتكاز يبقى واحد من الارتكاز يضغط ده الحاجة المهمة جدا الحاجة التانية في طريقة لعب باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك ان الاجنحة بقت بتخش الجوة اللي هو مين زيزو واشرف بن شارقي وحمزة المسلوسي طبعا عشان يعملوا الوفرلاب وإيه احمد فتوح الجابهة اليمين بتاعة نادي الزمالك هي اخطر جابهة في نادي الزمالك هي جابهة العرضيات حمزة المسلوسي وكارتيرون جابهة العرضيات الناحية التانية واحمد زيزو تقصد احمد سيد زيزو وحمزة المسلوسي الناحية التانية أشرف بن شارقي وإحمد فتوح أشرف بن شارقي دايماً بيخش الجوة وبقاله فترة مش موفق فيه عملية الفينيش زي ما قولنا أهم حاجة أن طريق حامد بيعمل البيينزل ويعمل التمريرات الطولية تعالوا نشوف الكلام ده إزاي بيبنوا الهجمة بيقصصور نجيب الصورة الأولى حنلاقي في الصورة الأولى أهم حاجة زي ما بقول لحضرتك دي أهم نقطة زي ما احنا شايفين ده مين اللي معاك كورة طريق حامد النهاردة إمام عشور فين بيتقدم بيحول طريقة اللعب نادي الزمالك في الحالة الهجومية هو معاك كورة شكل وهو مش معاك كورة شكل وهو معاك كورة أربعة واحد أربعة واحد أدي طريق حامد أدي إمام عشور أدي مصطفى فتحي مصطفى فتحي اللي هو نازل تعال بقى نشوف فين زيزو وقف فين وبنشارق وقف فين جوه الملعب في العمق ليه عشان يسمح لحمزة المسلوسة هناك أنه يطير والنحية الثانية أحمد فتحي أنه يطير هنا السؤال طب أنا دلوقتي حدفع إزاي الزيزو بيخش الجوه وبنشارق بيخش الجوه لو أنا لعبت بربعة اتنين تلاتة واحد لازم الجناحين يرجعوا لازم ليه عشان جابت زيزو وحمزة المسلوسة على علي معلول لوحده كارترون بيعمل ايه بيعمل موقف اتنين لوحد يعني زيزو ودي حمزة المسلوسة اتنين على معلول طب أنا النهاردة مسيماني أكيد بيفكر حدفع إزاي أنت النهاردة علي معلول لوحده لازم الجناح يكون بيدافع بس تفتيك أنه هيطير الاتنين فول باكس؟ لا مش واحد بس على الآل بس على الآل اللي تجابها اليمين زي ما أنت شايف أزيزو الجوه وبنشارق الجوه الزمالك كان زمان أيام فرجاني ساسي بيعتمد أن فرجاني ينزل يشوت ويعمل التمريرات الطولية لا الوقت الترامد غيره طريق حمد هو اللي بينزل عشان كده أنا لازم أمنع الهجمة من البداية أفسد لهم الهجمة من البداية من خلال طريق حمد ده مين اللي حيرقبه؟ مدهوش راحة يعني الجيش بيعملوه هنا سايبين طريق حمد يستلم براحته يعني الجون التاني هاتوا الصورة اللي بعدها كده أستاذ سامير ده برضو نفس الشكل أو طريق حمد بيستلم بالكورة معه مين الجيش سايبين طريق حمد يلعب براحته؟ وهو أصلا يعتبر صنع الألعاب الفعلي هذا الموسم لنادي الزمالك هو طريق حمد من وجهة نظري بتمريراته الطولية اللي بتتلعب الحاجة التانية مصطفى فاتحي وإمام عشور فين؟ عاملين خط يعني هو مش وقف في نفس الخط يعني دول مش اتنين ارتكاز في بناء الهجمة دي طريقة لعب 4-1-4-1 بتقدم إمام عشور جنبه مصطفى فاتحي ودي برضو زيزه داخل لجوه إذن كملوا الصورة اللي بعدها دي أهم صورة اللي جاية بقى ده الهدف الثاني بتاع الزمالك ده فكر كارتيرون النهاردة محمود علاء بيعمل ايه؟ بيدور على طريق حامد عشان ينزل يستلم طب أنا الجيش سايبينه ويستلم أنا ما ينفعش أسيب طريق حامد يستلم لازم أدايقه لازم أعمل عليم أنتم من الآخر لازم طريق حامد أفسد هجمة السمالك من البداية عشان كده بقول له حضرتك طب أنا لو لعبت بربعة 2-3-1 لعبت بربعة أنا ما يفرش معي أرق الطرق أنا اللي يفرش معي أدوار اللعيبة والضغط لازم اتضغط يا جماعة من بدري لازم طريق حامد أمنع أنه هو يبني الهجمة من بدري طريق حامد النهاردة محمود علاء هو بيدور عليه هاتوا الصورة اللي بعدها شوف طريق حامد فين؟ لما استلموا الكورة الصورة اللي بعدها هنلاقي أنه طريق حامد استلموا الكورة اهو بص استلموا الكورة من محمود علاء وإنه هو مغمض هتلاقي الأطراف قبل الصورة اللي بعدها وإنتوا مغمضين هتلاقيوا ايه؟ زيزو وبين شارئ دخلوا الجوة أنا النهاردة هتتلعب في المساحة اللي ما بين أيمن أشرف ومعلول فنخلي بالنا أن لازم الجناح يرجع يساند معلول عشان كده لو أنا لعبت ب4-2-3-1 على سبيل المثال لازم الجناح يكون بيدفع كويس لازم قدام معلول دي خطورة نادي الزمالك طريق حامد بيلعبها لزيزو زيزو بيلعبها لعمر السعيد اللي هو مميز عن سيف الدين الجزيري بإيه؟ بضربات الراس فزيزو ههو قطع لجوة ولعبها ليه دي الجملة المتحفزة من كارتيرون ده إسلوب كارتيرون إذن أنا السؤال هو خطورتهم في حاجتين بالزبط في بناء الهجمة أن طريق حامد بينزل ما بين محمود علاء وما بين الوينش أنا لازم أفسد طريق حامد أوقفه أنه يبني الهجمة من الأول ده الدور المهم جدا عشان كده أقوله أحدا أي طريقة لعب يعني أي طريقة لعب مش هتفرق معايا أنا اللي يفرق معايا الأدوار في الضغط طول ما النادي الأهلي بيضغط كويس وتنزل من البداية عامل ضغط أنت النادي الأهلي تنزل بشخصية النادي الأهلي من الأول وضغط بشكل كويس هتخوفهم من الأهلي